نهاردة هيكون لنا أول سيشن إن شاء الله في السايبر سيكيورتي زي ما اتفقنا قبل كده الكورس ده بيكون الهدف منه أني أعرفكم إيه هي أساسيات أمن المعلومات أو السيكيورتي الموضوع very interesting للأسف زي ما هفهمكم بعد كده هتلاقوا إن في بعض المفاهيم موجودة غلط والهدف من الكورس دلوقتي إن أنا عايز أوضح لكم المفاهيم الصحيحة عايز أساعدكم تفهموا يعني إيه هيكيورتي بمعنى صحيح وإزاي إنك إنت لو انترست إنك إنت تشتغل في السيكيورتي إزاي تكتر تختار المجال المناسب ليك في السيكيورتي عشان ما أضيعش وقتكم أنا هنبدأ على طول القورس إن شاء الله شباب طبعاً طبعاً اللي بينظم الكورس ده اللي هي IT Certificates IT Certificates هي عبارة عن إنترنت سيرفيس إنترنت سيرفيس فاوندت في نوفمبر عشرين عشرين كان الهدف منها إننا عايزين نوضح مفاهيم السيكيورتي وعايزين نعرف الناس يعني إيه السيكيورتي ده كان الهدف بتاعنا في من ال IT Certificates وده عن طريق بعض الكورسات والسيرفيكات في مجال السيكيورتي سواء كان المجال ده ممكن يكون إن هو كورسات أو إنها تكون كورسات سهلة مبسطة زي اللي إحنا هنشوفها دلوقتي وهتعرفوا إزاي تفهموا البيزيكس بتاعها والمفاهيم البسيطة بينهم وبين بعض في مجال المجال السيكيورتي زي ما هتشوفوا إن هو إحنا عندنا هنا الـ CV بتاعتي دي الـ Certifications اللي معايا والخبرة بتاعتي طبعا أنا اسمي أسامة يحية دي خبرة في مجال الـ IT حوالي 32 سنة في مجال السيكيورتي حوالي 20 سنة أو 22 سنة دي مجموعة السيرفيكات والخبرة بتاعتي وطبعا لو إنتوا عايزين تقدروا فكرة أكبر عن الـ Profile بتاعي ممكن تشوفوه في الـ LinkedIn وده من السلايدز اللي أنا كنت شيرت معاكم في الكورس وهتلاقوا الـ URL موجود على الـ LinkedIn على الـ WhatsApp جروب بتاعي الـ IT Certificates إيه هي السيرفيس اللي احنا بنقدمها في خدمات عديدة بنقدمها في الـ IT Certificates يا شباب طبعا فيه بتبقى حاجات زي وـ Concepts و Definitions حاجات تعريفات إيه هي السيكيورتي بعض التوبكس اللي بتبقى المهمة اللي الناس يمكن ما بتعرفهاش أو الناس بتتكلم عنها كتير بس بتكون إن هي مش مفهومة كويسة فيه كمان حاجة اسمها Capsule Training Courses دي بتكون كورسات لمدة ساعتين أو ثلاثة كورس لمدة ساعتين أو ثلاثة إن أنا بتكلم فيه طبك معين بديكوا عنه فكرة الكورس طبعا الـ Capsule Training بيبقاش كافي بيبقى وقته صغير ولكن ده بيكون كافي جدا إن يديك فكرة عن الموضوع عشان إزاي تقدر تكمل في الموضوع دو إيه الحاجات اللي ممكن تقراها إيه كورسات اللي تقدر تقراها وبالتالي إن أنا بحاول أختصر لك الوقت في إن أنا أحدد لك إيه الحاجات المهمة في المجال دو أو في الجزء اللي هو فيه الكورس ده عشان تفهم كمان فيه بيبقى بعض الكورس في مجالة سيكيورد زي الكورس اللي احنا بنشتغل فيه دلوقت ده ده Security Training Courses وده الـ Basics والـ Rules وطبعا بنعرف بعض المفاهيم بتاعة Security والـ Rules و Responsibilities زي ما هنشوف بعد كده فيه كمان الفيديو Training Courses يا شباب ودي أنا بنصحك بها جدا 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 الـ Training Courses دي هتلاقي فيه Training Courses جتيرة جدا موجودة عندنا على اليوتيوب channel ادخل اعمل Subscribe وليك الحق انك انت تشوف كل الـ Training Courses وحتلاقي كورسات كتير جدا سواء انت كنت لسه مبتدق تماما معندكش اي فكرة عن السيكورتي هتلاقي فيه كورسات تنفعل كتير او حتى لو كنت وانا كنت عايز تدور على سيرتيفيكات في المجال السايبر سيكورتي هتلاقي كورسات برضو هتفيدك في نفس المجال الكورسات اللي عندنا كبير اللي هي IT Security Certification Courses هي بتبقى عبارة عن الكورسات اللي احنا بنعملها كسيرتيفيكاتيشن انك انت بتاخد كورس معين بتاخد فيه ودي طبعا بتبقى دورات عالمية بتبقى في مجال السيكورتي اخر حاجة السيكورتي ووركشوطس السيكورتي ووركشوطس دي اللي بتديك ايه النحية العملية بتديك النحية العملية اقصد دي بالنحية العملية فيه ناس كتير بتبقى ممكن فهمة يعني ايه سيكورتي يعني ايه مثلا بروتكشن حاجات زي كده بس ما تعرفش تطبق الحاجات دي بطريقة عملية في مجال الشغل بتاعها هو هنا في الهدف بتاعنا ان احنا بنوريهم ازاي يقدر يعمل اه طبيقات لي السيكورتي اه اللي هو درسها في مجال اه العملية تي كنت اه فكرة سريعة جدا عن الكورسات والخدمات اللي احنا بنقدمها للترينيز وزي ما قلتك يا شباب انا بنصحكم بشدة ان انكم تشوفوا اه ال اي تي سيرتفكيس يوتيوب تشانيلز هتلاقي فيها اكتر من مثلا حوالي ستمائة ساعة تقريبا اه كورسات و training courses وفيديو courses وحاجات اه كتيرة جدا اه بعد كده عندنا الترينيز objectives ايه الobjectives بتاعتنا في الترينيز ده اول حاجة الobjective في الترينيز ده عايزين نفهم ايه هي ال cyber security basics and concepts make sense يعني انا بنعمل كورس في security فحنا عايزين نفهم شباب security سهلة جدا 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 اي حد يقولك اي حاجة غير كده ده مش حقيقي security سهلة جدا 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 ولكن المشكلة انه الناس ما بتبقاش عارفة المفاهيم الحقيقية او التعريفات الحقيقية او المضمون الحقيقي وده دور ما احنا هنا في الكورس هقولك دي معناها كذا وده معناها كذا هتكتشف ان security تي حاجة سهلة جدا وحاجة جميلة جدا and you will be very interested فيها كمان كمان الحاجة التانية عايزكو تفهموا ايه هي rules and response انا ايه 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 rules and response انا بتكلم عليها كتير دي شباب security دي مش تخصص واحد زي بالظبط لما اجي اقول لك الدكتور هل لما اقول الدكتور ده بيبقى تخصص واحد ولا اكتر من تخصص ايه رأيكم تخصص واحد ولا اكتر من تخصص ايه اكتر من تخصص تمام يعني معنا كده ممكن اكون دكتور اطفال ممكن اكون دكتور باطني ممكن اكون دكتور جلدية ممكن اكون دكتور عيون ممكن اكون دكتور اسنان and so on. فبالتالي كل واحد من دول ده تخصص قائم بذاته. دكتور الجلدية ما بيعرفش عن دكتور الباطني. ودكتور الباطني ما عرفش حاجة عن دكتور العظام. and so on. احنا كمال في السكيورتي عندنا كده. فلما اجي اقول انا عايز اتخصص في السكيورتي او انا بحب السكيورتي وعايز ادخل فيها. على طول لازم يخطر على بالك ايه هي الحاجات اللي انت بحبها في السكيورتي. زي ما هتشوف ان احنا عندنا اه تخصصات عديدة فيها. ممكن نصل الى اتناشر تخصص وان التخصصات دي كلها ما يعرفوش بعض او ما يعرفوش ايه الحاجات اللي بيعملوها. ليه? لان التخصص ده very specialized وان هو كل واحد بيبقى متخصص فيه. ودي احنا هنعرفها في السشل الاخير السشل اربع من الكورس بتاعنا ان شاء الله. كمان هنحاول ان احنا وحنا بنشرح الهدف الكورس. الكورس دي. مش هديكم كلام نظر لي كده يخديكم انتو متضايقين ومش عجبكم الحاجات. انا مش جاي اقول لك انا مش جاي اعمل لك امتحان اي جي وانا امتحان اه سنوية عامة هنا. لأ انا جاي هنا اديك مفاهيم. فلازم انك انت تكون فاهم الحاجة. اه 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 اه. لما اقول لك مفهوم يبقى لازم يكون الحاجة دي مفهومة فعلا. انك تكون فاهمها بقعلك. مش حافظ. لما اقول لك what is the meaning of كذا. تقول لي كذا is so and so and so. لا. ده مش الهدف بتاعي خالص هنا. الهدف بتاعي انك انت تفهم الحاجة من الاكاديميك اكسبرينز. من البراكتكال اكسبرينز. ودي زي ما هتشوفه. لما اجي اشرح لك مثلا ان السيكيورتي هديك مثال الاول. عشان اقدر اقرب لك السيكيورتي للمثال العملي اللي انت اعرفه. كمان ان انا عايز اساعدكو ان انتو تختاره للناس اللي هي طبعا لسه داخل المجال جديد. ايه الحاجة اللي هي بتحبها في السيكيورتي اكتر. لازم اعرفكم ايه هي المجالات اللي موجودة في السيكيورتي وازاي تختار ما بينهم وايه الحاجات اللي انت لازم يكون عندك سكيلز فيها. فبالتالي دي هتكون حاجات مفيدة جدا ليك. فبالتالي انك انت بتقول والله لا دا انا انترست جدا مسلا في الفيسكيورتي لا دا انا انترست جدا في اه نتورك سيكيورتي او انترست في التيتا برايفيسي او في الاتمنس اه كنترولزا ادمنستريشا and so on. فبالتالي انك تعرف ايه الحاجات اللي انت اه عايز تعملها. بمعنى صح what will be my next step in the security field. دي الترينينج اوبجيكتفز اه بتاعتنا. طبعا يا شباب اه هنا please feel free to ask at any time. بس طبعا زي ما انتو شايفين ان العدل احنا دلوقتي فيه 13 اه اه ترينية. وانا متوقع ان فيه لسه كبان الناس they will join. فاللي حيحصل كالتالي يا شباب ان احنا اول ما هنبدأ الشرح ان انا هعمل ميوت ليكو كلكم. ومش هتقدر تعمل انت ولكن ان انا اه فاتح اللي تشات. انا فاتح اللي تشات. فبالتالي انك انت لما هتدخل اه على اللي تشات تكتب اي اسئلة انت عايزها. كل اسئلة بتاعتك اكتبها على اللي تشات. وانا لما بتكلم لما بلاقي اه بخلص معينة او معين لما بلاقي فيه اسئلة بقرى للتشات واجوبك على الاسئلة دي. اه لو لقيت ان في اسئلة اه عديدة هجاوب على الاسئلة العديدة. فبالتالي انك من فضلك اذا انت عندك اي سؤال انت من فضلك اه اه في اللي تشات. اه اكتب السؤال بتاعك وانا هجاوبه لك اه على طول. اه وطبعا معلش اعذروني انا مش هقدر ان انا اه ادي الفرصة لعملية الاسئلة اللي هي فيربل لان طبعا العدد كبير ولو كل واحد سأل سؤال بالتالي مش هنقدر نتخلص انا مش عايز اعطلكو احنا متفقين الكورس بتاعنا ساعة ونص وهو هيبقى ساعة ونص فقط لغير حشان يكون الكورس خفيف كده وكلكم وتحبوه وتحسوا ان انتم استمتعتوا بي ان شاء الله. وهي زي ما انتم شايفين هو ده الترينك فينا انه حيكون السيشية الاولية خمسه واربعين دقيقة بعد كده حناخد لمدة خمستاشر دقيقة بعد كده حيكون السيشية لمدة خمسه واربعين دقيقة ممكن يعني اربعين. اربعين وikan يعني هنا مش بس كان ال الساعة واعظم بس هو طبعا هي مش هتزيد عن خمسه واربعين دقيقة بس اي والتراي ماي بس انه اخليها لمرد 40 دقيقة إن شاء الله دي كانت المقببة بتاعة التريلينج كورس التريلينج كورس يا شباب ده يمكن هيكون مختلف شوية عن الكورسات اللي انتم متعودين عليها الكورس ده أنا مش معتمد أبدا على سلايدز وطاعة انت بتبص على السلايد وانا الطريقة دي أنا عارف إن هي طريقة مملة وما حدش بيحبها أنا هنا معتمد على حاجة تانية خالص يمكن مش عارف يمكن شفتوها أو ما شفتوهاش اللي دخل معايا كورسات حيبقى عارفها اللي ما تخلش معايا كورسات دي هتبقى أول مرة يشوفها إن أنا هستخدم كأننا قاعدين في وكأني أنا ماسك القلم وبكتب لكم على وطبعا الحاجاتي كلها بتتسجل والتسجيلاتي كلها يا شباب إن أنا هعمل لها publish على اليوتيوب تشانيل بتاعة ال ID certificates وهبعت لكم على ال what's app group ال url اللي أنت تقدر تعمل ب access للفيديو دا وتقدر تتفرر عليه في أي وقت عادة أنا ما بشلش الفيديو بتاعتي من على اليوتيوب تشانيل تقدر إنك أنت access at any time وطبعا إنت لو لك أي أسئلة ممكن تبعت هالي عن طريق ال what's app تبعت هالي عن طريق الإيميل تبعت هالي عن طريق الموبايل بتاعي أنتوا معاكم كل وسائل communication بتاعتي and you are most welcome at any time إنك أنت لو كان عندك تساؤل لو كان عندك حاجة عايز تفهمها أو عايز تسأل على حاجة معينة في مجال الشغل بتاعك أنت طبعا في أي وقت ممكن تكلمني بل بالعكس أنا هكون سعيد جدا إن أنا أرد على كل استفساراتكو وكل الحاجات اللي أنتوا عايزين تعرفوه قبل ما نبدأ accession في أي أسئلة يا شباب قبل ما نبدأ accession تمام خلينا نبدأ accession أنا دلوقت يا شباب حبدأ شكراً يا إسراء إسراء بعد بتقول كله تمام شكراً ليكي وإن شاء الله أتمنى أنه فعلاً يكون كل حاجة تباين بعد ما داخدوا course وتكونوا مبسوطين من طبعاً أنا عارف إن في معالة بعض الشباب اللي هو يمكن ما دخلوش في مجال security قبل كده كتير فبالتالي فبالتالي إن إحنا هنبدأ معاهم في بمنتهى البساطة بطريقة سهلة جداً وسلسة جداً ولكن اسمحوا لي يا شباب أنا حبدأ معاكم بحاجة بسيطة جداً كلمة أو حاجة بسيطة جداً اللي هي what is security what is security طبعاً السؤال ده هنقدم هو سهل قوي هنقدم هو ممكن تلاقي فيه عشرات الإجابات بس هو غالباً إن الناس فيه إجابة كده ظريفة هما بيحبوها قوي لأن هي سهلة جداً وإن هي بت يعني بتوضح المفاهيم كويس أنا بس حسبح لجو دلوقتي إن أنت تقدر تعمل لو أنت عندك إجابة ممكن تقول هالي أنا عملت إنك ممكن تعمل unmute لنفسك حتى عارف إيه هي تعريف security يعني إيه security يا شباب أي حد عنده إجابة ي like to share it with us to be protected from any attack to be protected from any attack طيب أوكي أي حاجة تانية هل فيه هل فيه أي حد عنده شباب أي إجابة تانية طيب بص يا شباب أنا هقول لكم تعريف هو طبعا زي ما لقدت لكم فيه تعريفات جدا 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 لمجال security بس أنا بحب قوي تعريف معين التعريف ده بينفع أو بيقدر يتطبق على الأشخاص وعلى الorganizations يعني سواء كنت بتتكلم عن شركة كبيرة وإنت security consultant بتتكلم عن شركة أو أنك أنت بتتكلم عن مؤسسة أو بتتكلم عن شخص محدد أنا كأوسامة إزاي أحافظ على security بتاعتي طيب إيه هو تعريف security ده تعريف security ده هو اللي هو protect assets to help in achieving goals and objectives إيه الكلام اللي مروش معنا اللي مفهوم ده يعني إيه الحاجات دي علش عالميا لك حب حب علي ده أنا حسحيل لك وحفهم عك حاجات حلوة تعالوا نفسز التعريف ده كده طيب تفضل وري protect assets يعني إيه assets إيه assets دي آه إيه assets دي أنا مش عارف طيب assets طيب بصوا شباب assets معناها معنى assets in general any any entity has a value for organization or person يعني إيه أي حاجة يا شباب لها قيمة أي حاجة لها قيمة للإنسان هقدمها للماركت وأبيعها تمام طيب يبقى إيه الاسس اللي المهمة بالنسبالي ممكن الاسس دي تكون بالنسبالي اللي هي مكينات التصنيع ممكن تكون النتورك ممكن يكون ممكن كل الحاجات دي ممكن تساعتني في عملية الانتاج بتاعتي طيب لو كان شخص لو كان شخص إيه الاسس بتاعة الاشخاص الاسس بتاعة الاشخاص هنا الحاجات اللي لها عندك زي ايه زي الموبايل بتاعي الموبايل بتاعي والاي بات مهمين جدا ليه زي ما انتم شايفين يا شباب اهو كورس وانا انا عامل ال 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 التابلت دية طب انا ايه جولز ان اوبجيكتيف بتاعتي انا كأسامة اي وان تو دي لفر ال ال ده للناس واخلي الناس تفهم يعني ايه سيكورتي فبالتالي ان معنى كده انه الناس هتبقى فهمة اه 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 يعني ايه سيكورتي ايه عن طريق ايه بقى عن طريق ال ال اللى عندي ايه هي ال ال النوت بوك اللى انا داخل منها وعمال اسجل الكورس معاكم عندي التابلت بتاعي اللى عامل عليه شيئر ديس كطب عندي انفورميشن بتاعتي اللى انا شيرت معاكم عندي بتاعت الانترنت بتاعدي اللى هو انا بعمل بيها بتاعتي شايفين يا شباب كل الحاجات دي كل دي زي ما احنا قلنا في عندهم 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 كل الحاجات دي فكل الحاجات دي دي اللي بتتسمى فالاسد دلوقتي اي حاجة لها عندك هو الموبايل بتاعك التابلت النوت بوك waitver الحاجة اللي هي انت تحقق اهدافك لو انت طالب يبقى Zhao and objectives بتاعتك طبعا دلوقتي في الموحلة القصيرة انك انت تاخد الشهادة بتاعتك تدخل جامعة كويسة او لو انت تخرجت يبقى انك تختار فيلد كويس وانك انت تتخصص في فيلد كويس وتعمل كارير ليك وانك انت تكون مميز وان يكون عندك راتب كويس and so on طيب فبالتاني ان تعريف السيكوريتي ان انا دي بمنتهى البساطة الهدف في مجال السيكوريتي مهما تلفه مهما تلف وتعمل هي في الاخر وهو ده الهدف بتاعنا في السيكوريتي زي ما هتشوف بعد كده ان احنا كل الكلام بتاعنا ان هو التعريف هو ال ال طيب دي حاجة جميلة جدا واحنا فهمناها كويس بعد كده يا شباب اعرف ان انا عدت التالينت كتير وممكن اكون مميلي بالنسبة لكم ايه رأيكم كده لو ناخد لنا ست سبعة دقايق لا مش بريك ما طرحش وطوش قوي كده بس ان انتم مبسطتوا لا بقى انا هقول ست سبعة دقايق مش بريك بس ست سبعة دقايق هعمل لكم فيديو ظريف قوي بيشرح الفيديو دو السيكوريتي يعني السيكوريتي جايبا لك بنت البنت دي زي كل شباب اللي معنا في الكورس عندها الاسد ازدادها عايزة تدخل على الانترنت وإلى آخره ازاي ان هي هت هتشوف الدور بتاع السيكوريتي معاها وهيعمل معاها ايه الفيديو تقريبا يا شباب سبعة دقايق هسيب لكم الفيديو بيشتغل ركزوا مع الفيديو عشان هعمل لكم بعد كده بعد ما نخلص الفيديو ده هعمل لكم اجزامبل كده او انا تشبيح للسيكوريتي ازاي تقدر تعمل حماية وبروتيكشن فمهمة اوي انك انت تركز مع الفيديو ده ان شاء الله انا هعمل لكم الفيديو شير اشتركوا في القناة www.shoppingcart.com she has her information like email id address and credit card details saved on the website to enable a faster and hassle free shopping experience the required information is stored in a server one day ann received an email which stated her eligibility for a special discount voucher from shoppingcart.com in order to receive the coupon code she was asked to fill in her shoppingcart.com account credentials this didn't seem fishy to her at the time as she thought it was just an account verification step little did she realize the danger she would be facing she was knocked off her feet when a substantial amount of money was wiped off her account how do you think this happened well yes the email she received was fake ann's shoppingcart.com account witnessed unauthorized access from a third party this type of attack is known as a cyber attack and the person who carries it out is called a hacker could ann have prevented this attack indeed she could have with the help of cyber security cyber security involves techniques that help in securing various digital components networks data and computer systems from unauthorized digital access there are multiple ways to implement cyber security depending on the kind of network you are connected to and the type of cyber attacks you are prone to so let's take a look at the various cyber attacks that ann could have been exposed to one of the most common types of cyber attacks is a malware attack like trojan adware and spyware to name a few had ann downloaded any suspicious attachments online her system could have gotten corrupted by certain malicious viruses embedded within the attachments next is a phishing attack the type of cyber attack which ann experienced here the hacker usually sends fraudulent emails which appear to be coming from a legitimate source this is done to install malware or to steal sensitive data like credit card information and login credentials another type of attack is the man in the middle attack here the hacker gains access to the information path between ann's device and the website's server the hacker's computer takes over ann's ip address by doing so the communication line between ann and the website is secretly intercepted this commonly happens with unsecured wifi networks and also through malware password attack is one of the easiest ways to hack a system here ann's password could have been cracked by using either common passwords or trying all possible alphabetical combinations to prevent future cyber attacks ann sought to implement a few cyber security practices first she installed a firewall as the name suggests it is a virtual wall between ann's computer and the internet firewalls filter the incoming and outgoing traffic from your device to safeguard your network and they can either be software applications or hardware reinforcements secondly ann implemented honeypots just like how flowers attract bees dummy computer systems called honeypots are used to attract attackers these systems are made to look vulnerable in order to deceive attackers and this in turn defends the real system in addition to these she also decided to use unique alphanumeric passwords antivirus software and started avoiding mails from unknown senders that was ann's story cyber attacks are not just confined to individuals but also to public and private organizations the cyber attacks carried out in such places are more deadly and they result in colossal losses motives of such attacks are many starting from tampering with crucial data to monetary gains let's have a look at a few of the cyber attacks that companies are subjected to various public sector organizations and large corporations face the advanced persistent threat apt in this form of attack hackers gain access to networks for a prolonged period in order to continuously gain confidential information companies also witness the denial of service attack where networks are flooded with traffic which in turn leaves legitimate service requests unattended a variant of this is the distributed denial of service ddos attack when multiple systems are used to launch the attack when a hacker manipulates a standard sql query in a database driven website it is known as a sql injection attack by doing so hackers can view edit and delete tables from databases amidst a plethora of cyber attacks it is indeed a challenge for organizations with several networks and servers to ensure complete security this is not an easy task and to help with this cyber security professionals are hired to work on identifying cyber threats and securing a company's network there are multiple job roles in the field of cyber security if hacking fascinates you then the role of an ethical hacker is something to be explored such professionals try to expand networks vulnerabilities just like how a hacker would do but only to identify those vulnerabilities and resolve them for protection against an actual cyber attack but if you are looking to design robust security structures then the role of a security architect is more apt a chief information security officer CISO plays a crucial role in enterprise security and is entrusted with the overall safety of the information in an organization so here's a question for you identify the type of cyber attack where the hacker system takes over the client's IP address give it a thought and leave your answers in the comments section below three lucky winners will receive Amazon gift vouchers with the increase in the production of global digital data it is anticipated that cyber attacks will quadruple in the near future organizations are going to need cybersecurity professionals who can prevent these attacks a career in the field of cybersecurity is lucrative and a very smart decision for professionals now so what are you waiting for get certified with simply learn and become a cybersecurity expert if you enjoyed this video you yeah shabab that can training or video that I wanted to to you I know that you are going to say there are things that are many things that are not good or not الحاجات اللي انت هتطالنا دي دي حاجة مش واضحة بالنسبة لنا. انا عايز ان هو انتوا كنتوا تشوفوا يا شبابي عشان اواريكو بعد كده ان احنا لما هنبدأ نشرح الحاجات دي هتكتشفوا ان الحاجات دي سهلة جدا وانك انتوا هتعرفوا المفاهيم دي ببساطة جدا. يمكن في المجلة الاولى اول ما شفتوها انها تعتبر ولكن ان بعد كده وان انتوا هتلاقوا نفسكم فاهمين دي بوضوح جدا زي ما هتشوفوا بعد كده. ان شاء الله في اخر اه اه يوم في الكورس ان انا هخليكم ان انتوا تدخلوا على الكورس ده مرة تانية وتتفرجوا على الفيديو ده وتتفرجوا عليه مرة تانية وهسألكم هل اه اه دلوقتي اه حاسين ان هو معقد زي الاول ولا ان هو اه اه الموضوع اه دلوقتي بقى خلاص سهل وجميل. ده كان الهدف عشان ان كل الحاجات اللي انتكلم عنيها اه انتوا دلوقتي شوفتوها اه ممكن ترجعولها في الفيديو هتسمعوا عن حاجات كتير اسمها الفيشنج والميلوير والفايروس وهي وي الاخره كل الحاجات دي هنتكلم عليها طيب قبل ما نتكلم عن سيكيورتي ويعني ايه سيكيورتي وديتا والحاجات المؤكدة الكبيرة دي انا عايز بس ناخد كده اكزامبل يا شباب بسيط جدا. هذا اه اه بسيطة جدا كده اللي هي اه 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 اكزامبل من 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 حياتنا اليومية اه اه عبارة عن مبنى مبنى كبير تقدر تقول مثلا مبنى حكومي واتفر المبنى دوة مالش هو مبنى شكل وتعبان شوية بس يعني زمحوني عشان انا برسم حلوة قويا البابنا ده فيه هنا باب ده الباب الامامي اللي هو الفرونت دور فيه هنا شباك فيه هنا شباك تاني فيه وراء الشباب هنا الباب دور فيه هنا على الروف السطح فيه هنا كده اه سلم يعني لو انت قاعد تحت هنا باستخدام السلم ده ممكن انك انت تطلع كده تلاقي قاعدة هنا ظريفة في امبريلا كده وفي اه اه كراسي وحاجة جميلة قوي كده انك انت اه في المكان دوة امبريلا مع الشمس اه شفتوا شباب الشمس الحمرة دية مش هتلاقوها الا عندنا بس في فده مبنى انت دلوقتي جات شركة قالت لك انا عايزاك تعمل لي المبنى ده المبنى ده مبنى مهم جدا صاحب المبنى دوة او صاحب البيت دوة طيب هنعمل له ازاي ازاي هنقدر نعمل بروتيكشن للمبنى ده عشان اقدر اعمل بروتيكشن يا شباب للمبنى ده لازم افكر في حاجات محددة ايه الحاجات المحددة اللي انا لازم افكر فيها اول حاجة ايه هي نقاط الضعف ايه هي نقاط الضعف اللي موجودة في المبنى ده ايه هي نقاط الضعف اللي موجودة في المبنى ده فاول حاجة هتلاقيها اللي هي الشبابيك او اول حاجة هتلاقيها الابواب الباب الخلفي الباب الامامي اي حد ممكن يجي يزق الباب ده او يكسره ويدخل اي حد يقدر يدخل يكسر الباب ده ويدخل دوة المبنى سواء كان الباب الخارجي او الباب الامامي ممكن كمان ان يكون الشبابيك الدور الشبابيك شباك الرقم 3 او شباك رقم 4 ده كمان ان عندي مشكلة تانية اللي هو السلم رقم 5 لان غالبا السلم دوة بيوصلني للسطح وغالبا اكيد فيه هنا اه فتحة بشكل ما بتقدر توصلني لداخل البيت عن طريق سلم تاني بس بتوصلني الى البيت من الداخل فسيما انت شايف كده ان انا عندي ست حاجات ممكن تعمل لي مشكلة ست حاجات ممكن تعمل لي مشكلة بابين شباكين وسلمين دول ممكن يعمل لي مشكلة طيب مشكلة مع مين مين اللي ممكن يهددني او اه يدخل علي او يعمل لي اه يعمل حاجة مثلا اه زابط شرطة مثلا لا طيب نقول مين مثلا حرامي ايوان تمام يعني معنا اول حاجة ان انا لازم افكر فيها ممكن تكون ان هي مشكلة بالنسبة لي ان هو يكون في حرامي حرامية الحرامية الحرامية ممكن يعملو لي اه مشكلة ممكن الحرامية يعملو لي مشكلة لانه ممكن عايز اه يدخل هيطلع على السلم اللي هو نقطة الضعف رغم خمسة هيطلع عليه فوق للسطح يقدر يدخل من المدخل اللي انا قلتلكو عليه ده لداخل البيت او ممكن يجي يفتح الابواب ويقدر يدخل او ممكن ينقط من الشباك وهي قطر يدخل طيب يبقى معنا كده ان انت عندك هنا الحرامية طيب في حاجة تانية ايوه هو مش لازم يا شباب يكونوا ان هو اه 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 حرامي المده يكون ايه انت مش ممكن يكون ان هي الامطار امطار هتعمل لي تهديد للبيت بتاعي طبعا انت مش فوق على السطح عامل قاعدة جميلة وفي اه اكيد كوفي والناس قاعدة مستمتعة وحاجات زي كده طب ما الامطار لما الدنيا تمطر مش دي معنا كده ان كل حاجة موجودة هتبوز حتى لو كانت امطار الفاطقة بسيطة ولكن ان ممكن ان هي تعمل لك مشكلة كبيرة وتعمل لك تهديد اه 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 كبير اه طيب اوكي طيب مش ممكن كمان يكون الاشعة الشمس والطبع اشعة الشمس دي حاجة حلوة دي اه هي ممكن تكون حاجة حلوة وممكن تكون حاجة وحشة لان الشمس لو كانت قوية جدا ودخلت في العلب البيت هترفع ضرجة الحرارة وممكن ضرجة الحرارة العالية دي تعمل المشكلة في داخل البيت وتستخدم مكيف كتير وهو الى اخره طيب اوكي يبقى احنا كده عارفنا خلينا نركز على الحاجتين اللي احنا عايزين نحمي البيت منهم اللي هما ايه الحاجة الاولى اللي هما الحرامية الحاجة تانية الامطار طيب لو انا عايز احمي البيت من الحرامية هعمل ايه زي ما اتفقنا اشوف ايه هي نقاط الضعف اشوف ايه هي نقاط الضعف الحاجات اللي ممكن الحاجات اللي ممكن الحاجة خطيرة هو يستغل نقاط الضعف ده او الحاجات اللي هية التهديدات تستغل نقاط الضعف ده زي الباب قلنا عندنا بابين وشباكين وسلم فهم دي نقاط الضعف بتاعتي طيب وقلنا مين اللي ممكن يهددني الحرامي تمام طيب انت عرفت نقاط الضعف وعرفت مين ممكن يهددك وقلنا كمان الامطار طب نعمل ايه عاملت بقى مهضة دوري بقى مش انت هنا دلوقتي انت consultant جاي تحميل البيت ده وتعمل لي security للبيت وحاجات زي كده اه عايز اعمل لك security طب اعمل لي بقى security مهور ما انا قلت لك انا خايف من الحرامية يدخلوا البيت خايف من الامطار تبواصل الدنيا خايف من الشمس تبواصلي البيت بتاعي ايه بقى اعمل ليه انا في الprotection دلوقتي قال لك اه لا ده حلوة اوي الكلام ده طب تعال انا مفكر كده شباب اول حاجة ايه ده اول حاجة يعني انت هتعمل تاني وتالت ورابع اه طبعا ده حاعمل تاني وتالت ورابع وخامس وعاشر وحاجات كتير اوي طب وابعيني كده اول حاجة اعمل صور اعمل صور او اعمل fence حوالين المبنى اعمل صور عالي كده صور عالي قوي كده حوالين المبنى خلينا نحطه بلون تاني مختلف كده عشان يبان والدنيا تتضح بالنسبة لنا اهو اه دي صور عالي حوالين المبنى طب الصور ده حيفدني بايه الصور العالي ده هيمنع الحرمية انها تدخل صور عالي نعمله مثلا باردفاع اتنين متر ويكون قوي فحيمنع العملية الحرمية يدخلوا قالك بس ديو بليف ذات اتويل اه بوكتكت البيت قالك مش مية في المية يعني هي دي الخطوة الاولى دي الخطوة الاولى طب ايه الخطوة التانية قالك الخطوة التانية نشوف ايه نقاط الطعف قلنا الابواب والشبابية حلو الابواب نعمل لها لوكس نعمل لها لوكس اللي هي ايه اقفال نعمل لها اقفال وتتقفل بالمفتاح ونعمل الباب اللي بيسموه الباب المحصن اللي هو الباب اللي هو بيبقى المحصن اللي هو الباب بيبع صعب اوي اه كسره. فانت عملت هنا وعملت هنا اه اه دور اه اه دور قوي قوي ما ما يقدرش يكسروا بسهولة. طيب كده معنى كده ان هنا ايه? دي الهوسيلة الحماية التانية. اللي هي حامية الادوار. طبعا الفرونت دور. هو هو هنعمل عليه نفس الحكاية على الباب دور. اللي هي ايه? اللي هي برضو هنحط دور او باب محصن ونحط اللي هي اللي افعل القوية عليه. طيب اوكي وايه كمان? في النقاط الضعف? الشبابير. ايوة صح? الشبابير هتعمل ايه? قال لك هنحط عليها مثل اللي هو حماية حديد كده معدل. مش شابت ان لو اي حد جاء جاء بس اللي محاول انه يطلع عليها مش هيعرف. ليه? لان فيه اه اه حديد. الحديد ده هو مش هيقدر اه 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 يدخل عليه. فبالتالي ان هو كده مش هيقدر يدخل عليه. فدي الوسيلة التالتة لحماية البيت. تمام? خلصت? لا ما خلصتش. ليه? لان انت لسه يا حبيبي انت قايل لي ان انت عندك ايه هما اول حاجة اتكلمنا عليها قلنا ايه? الحاجات اللي احنا عاملنا باللون الاحمر. قلنا في عندك بابين وعندك شباكين وعندك السلم وعندك الفتحة اللي في السقف. انت دلوقتي عالجتلي البابين والشباكين. طب السلم. اه السلم ده. طب ما استدنا? طب ما السلم ده ما السور هيحميه. ايوه السور هيحميه. صح? السور هيحميه. بس برضو انا عايز اعمل له تاني. قال لك طيب ايه رأيك? لو على ما دخل السلم. حطينا هنا باب. والباب ده عملناه برضو بلوكس. وعملناه ان هو برضو. فبالتالي ان اللي هيجي يدخل هيلاقي الباب ده فول. مش هيقدر ايه يدخله الا ازا فتح الباب. هو فيه سلم. بس احدا هنقفل السلم ده بشكل اه كده. ان هو يبقى ليه اه باب. ان محدش يقدر يتخل عليه الا ازا عرف انه اه يفتح الباب. طب هيفتح الباب ازاي? ازا كان معا المفتاح. وطبعا مش موجه يكون معا المفتاح الا ازا كان صاحب البيت. او انا انا اللي اعطي له المفتاح كصاحب البيت واضح لحد ضيفي المفتاح عشان يدخل او انا سايبقوله مفتوح. فده ادي تانية. زي ما انتم شايفين دلوقتي دي كانت اه اه رقم واحد كانت الفنس اللي احنا اتكلمنا عليها هنا. رقم اتنين كانت الحماية الابواب. رقم تلشرين كانت حماية اه الشربيت. وبعدين ادي رقم اربعة اللي هي الحماية السلم. طيب كويس جدا. هديكي بعد كده هتلاقي ان انت عندك عايز انك انت هتحمي الفتحة السقف. ازاي هتحمي فتحة السقف? فتحة السقف ممكن نقول حاجة سهلة قوي. ان انت ديجي هده تحط عليها برضو آآ باب. باب زغير كده اللي بيتفتح لفوق كده. والباب ده بيكون عليه فبالتالي ان حتى لو حد طلع على الباق اللي فوق السقف مش هيعرف يوصل للآآآآ البيت لان ده مقفول بلوك. يقول لك طب مانا ممكن اقسره. تقول له لا انا هحط برضو آآ باب قوي جدا. الباب ده مش سهل انه ينكسر آآآ بسرعة. وانه هتحصل في آآآ ممكن خلوش وكلام من ده بس مش هينكسر. طيب كويس جدا. تنتكده حميت الحاجة بخمس طرق. بخمس طرق. زي ما انتو شايفين. خمس طرق قدينا حمينا الباب. كده. هل البيت محني مية في المية? مفيش اي حرامي يقدر يدخل? خالص? لا. ستيل الحرامي يقدر يدخل. يقدر يدخل? آآ يقدر يدخل. ممكن يكون حرامي بقى جاي يعني عارفين بقى زي الافلان بتاع الكليون كده. اللي هو حرامي بقى جاي جايب لك كل التولز الواو. اللي يقدر يكسر بها الابواب المحصلة. ويكسر يكسر بها اللقفال. ويعمل الحاجات دي كلها. طيب ايه بنا ايه فايدة الحاجات اللي عملتها دي كلها. آآ ده سؤال حيوة قوي. ايه فايدة الحماية دي كلها? والفلوس اللي دفعتها دي كلها? ازا كان في الاخر هو برضو الحرامي ممكن يدخل. قال لك يا شباب لازم في قاعدة في مجال السيكيورتي تعرفوها كويس جدا. تعرفوها كويس جدا. مفيش اي حد هيقدر يعمل بنسبة مية في المية. اي حد هيقول لك انت سيكيور هاندريد ده كذاب. كذاب. وهتشوفوا ليه لما نيجي في الاخر وانا بشرح لكم. طيب. ما هو ايه الهدف? الهدف يا شباب ان انا بعمل كل المعوقات دي. تأحط كده نفسك في مجال او في عقل السرامي اللي هو عايز يدخل للبيت. قال لك اول حاجة انا جيت. يلا انا البيت شكله حلو قوي. انا عايز اسرق. انا عايز اسرق البيت شكله حلو قوي. يلا ندخل. اول ما دخل لا ايه ده? سور اتنين متر عالي قوي. مش قادر اعمل حاجة. قال لك ولا يميني. انت فاكر من الحاجات ده هتفرق معايا. جاب سلم كده من السلالم اللي هي الاماء الحبل ورح رفعه قوي على السلم. واحد يطلع 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 ونزل الناحية التانية من السور دخل عند البيت. طيب. جاه يدخل عند الباب. لقى الباب عليه باب محصم قوي جدا. ستن ستيل قوي. مش قادر يفتح ولا يكصله. احاول مانجة واتنين وتلاتة مش قادر. راح لها في حوالين المبنى وراح للناحية التانية الباك دور. لقى نفس الحكاية. قال طب خلاص مش عارف ادخل من خلال الشباك. خليني احاول من خلال الشباك. جاب معايا السلم كده آآ تاني آآ خشب قصير بيتفتح. يعني هو الده ممكن يتطبق كده. وبعدين ممكن آآ يتفتح مرة تانية. وحاول ان هو آآ آآ يطلع السلم ليوصل للشباك. لقى ان عنده آآ 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 حديد آآ ميدل جريد مش قادر يدخل منها في الشباكين. قالك طيب. انا ما عنديش حالة بقى اللي اطلع ايه فوق السلم. ويه اللي هو السلم رقم خمسة اللي احنا اتكلمنا عليه دو. وان ايه آآ آآ حاول ان انا اقصر الباب او اشوف اي فتحة كده انط للباب منها. طلع السلم ولقى فعلا الفتحة اللي هي آآ رقم ستة اللي احنا قلنا عليها رقم ستة دية. وحاول ان هو يدخل منها احد دب 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 يقصر عليه عشان يدخل. طيب. وقدر انه يدخل. طب وكده هو دخل. ايوه بس هو في حاجة يا شباب مهمة جدا ودي اللي قائم عليها السيكيورتي. زي ما قلت لكم يا شباب الحاكرز هيقدروا يدخلوا او الحرمية هيقدروا يدخلوا آآ 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 وحيكونوا صابورين جدا. ممكن يقعد في النتورك بتاعتك عشرات الاسابيع. مش عايزة اقول لك عشرات الاشهر. تليفة ارداد يا شباب ممكن تلاقي ناس هاكرز قاعدين عشرات اشهر. زي البيت دا ولو عايزة تسرق. زي الافلام اللي هي اللي هنتفرج عليها. تلاقي ناس قاعدة بتخطط لسرقة بنك لمدة آآ ست سبعة تمن عشر شهور. مورهوش اي حاجة عمال يخطط ويدخل البنك ويعمل نفسه كفيزيتور ويشوف فين المدخل فين المخرر فين الشبابيك فين آآ اجهزة للانزار فين الكاميرات فين الحاجات دي كلها. طب من بول الهاتف تكله ايه? اللي انت الفلوس اللي انت تفعتها كلها. كل واحدة من دول يا شباب وهي اللي هاكر بيحاول يقصرها او يدخل بيتدي نوتيفيكيشن لصاحب البيت او للناس اللي قاعدة جوا ان في حاجة غلط بتأسن. هو الراجل دا لما الحرامي تطلع الدور الفوق السطح واحد ديب 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 يقصر الباب. انت فاكر ان الناس اللي تحت دي مش هتوشعر بحاجة? عمال باب محصن بيتقصر دا هيعادي كده ما فيش اي حاجة? طب هو لو حس بيها يعمل اه خلاص لا لو حس بيه بقى خلاص يا هروح اطلب الشرطة فورا ديجي الشرطة تقبط عليه. طب ما فيش حد في البيت. مش مهم حتى لو ما فيش حد في البيت. بيتحطي سينسورز وبيحطي كاميرات ان السينسور كاميرات دي لو لقيت اي موفمينت بشكل او باخر ان اوتوماتيك ان هي بتتصل باسم الشرطة وبتعمل بلاغ ان فيه حركة غلط. ازاي انا صاحب البيت مسافر مش موجود وعا السطح على القاعدة الخاصة بتاعتنا فيه حد بيتحرك وكده. معنى كده ان ممكن تكون لا دا فعلا يكون حاجة اه مشكلة. يقول لك طب ما يمكن قطة. ماشي قطة اوكي. ما هي برضو كاميرات دي بتدي الصورة ليهم في الاسم. ازا كانت قطة باتس فاين ما كانتش قطة لا خلاص يبقى دا فيه اه 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 حرامي انا عايز اروح اشوف مين اللي اللي بيسرى الحاجة دي. فمعنى كده ان كل البروتكشنز اللي انت بتعملها دي بتعمل ايه? بتعمل تأخير للحرامي. او تأخير ان هو ما يقدرش يدخل عليها. كمان ان ان انت بتدي نفسك فرصة انك تاخد الاكشن الصحيح. انا دلوقتي اخرته باول حاجة اللي هو الفانس الصور. بعد كده بالابواب المحصلة. بعد كده بالشبابيك المحصلة. بعد كده بالفتحة السقف اللي هي المحصلة. دي كلها بتعمل ايه? انت عمل بتأخيره. دايما الحرامي انتو مش بتلاحظوا بالافلام كده يقول لك احنا قدامنا اه عشرين دقيقة. بعد كده اجنزة الانزار هتضرب. واول اجنزة الانزار ما تضرب اه اه الشغطة هتكون موجودة. فهو الوقت عنده دي. انت عمل بالضيارة للوقت. لقى الفانس دوة الصور عشان اتسلكه. طب ما الصور انا حاطت عليه سنسورز. اول ما هيطلع على طول الطايمر هيشتغل. وهيبدأ يبلغ فيه اسم الشرطة. هيجي يكسر الباب يحاول يفتحه برضو فيه سنسورز. هيحاول يفتح الشباك نفس الحكاية انسوء. يبقى انت بعد كده انك انت بتحاول تأخره. في نفس الوقت ده انك انت بتحاول تاخد اكشن عشان الحاجة بتاعتك دي. المثال ده بالضبط يا شباب. بالضبط هو هو بالضبط اللي بيتطبق فيه حماية المعلومات في الاي تي سيكيورتي. هو ده بالضبط اللي بيتطبق فيه حماية المعلومات في الاي تي سيكيورتي. بها اختلاف التشبيهات بتاعته. بس نفس الكلام اللي احنا قلناه ده باللغة بتاعتنا العادية دي السيناريوز اللي احنا عارفينها وشفناها في الابلام وعارفينها كويس. هي بالضبط الاي تي سيكيورتي او سايبر سيكيورتي بتاعتنا بالضبط. مفيش فيها اي خلافات. لما حاجة اكتب لكم اكسبريشنز معقدة قوي كده. واقول لك الويكنس والثريتز والديفانس ويوي الى اخره. هتلاقي نفسكو كده الخضيته. وايه الكلام الغريبي اللي انت بتقوله ده. بس هتكتشفه بعد كده الله. طب ما ده سهل. ما ده الحاجات دي احنا عارفينها. ما ده احنا خدنا عليها اكزامبر وفاهمين الكلام ده معناقي. طيب. ايه طيب الاكسبريشنز اللي انت بتقولي عليها اللي هي هتخضيني دي. عشان اتكلم بقى عن السيكيورتي. انا مش جاي دلوقتي اعمل لكم حراسة مباني. انا جاي افهمكم السايبر سيكيورتي. طيب. السايبر سيكيورتي في حاجات معينة يا شباب. تعريفات معينة لازم تعرفها. ايه هي? اول حاجة تعرف يعني ايه? اصل. رقم اتنين تعرف يعني ايه? رقم تلاتة تعرف يعني ايه? رقم اربعة تعرف يعني ايه? رقم خمسة تعرف يعني ايه? صدقوني يا شباب. في مهندسين كتير جدا في مجال السيكيورتي. الحاجات دي بتبقى بالنسبة لهم مش واضحة قوي مع العلم ان زي ما هتشوفه انه سهلة جدا ولكن انك انت لازم تكون تفهم الكونسبت كويس انت لو شاطر تفهم الكونسبت كويس وهو ده الهدف بتاعنا انا عايزك تفهم الكونسبت كويس بس انا مش هكمل دلوقتي هناخد البريت بتاعنا من مدة خمسة عشر دقيقة ونرجع نكمل بتاعنا في اي اسئلة عندكم يا شباب انا هفتح الميوت في اي اسئلة عندكم يا شباب قبل ما نطلع البريت بتاعتنا اي اسئلة شكرا شوانس شكرا لكم يا شباب ناخد البريت بتاعتنا خمسة عشر دقيقة هخطها لكم على ونبدأ على طول كل ما هترجعوا بدري حقا نخلص الاربعين دقيقة اللي فضلين عشان نخلص السيشن بتاعنا بدري ان شاء الله شكرا لكم اوكي يا شباب في السيشن الاولينية اخدنا في منتهى السرعة كده فكرة عن ايه هي الاخطار اللي ممكن تهدد البيت وازاي ان احنا بنكتشف نقاض الضعف اللي موجودة في البيت ونكتشف ايه هي المخاطر والحالات اللي ممكن تهدد البيت دو وبعدين بنشوف ايه هي وسائل الحماية اللي احنا عايزين نعملها عشان نحمي البيت وطبعا كل ما بزود وسائل الحماية دية اعملها اتنين او تلاتة او اربعة او خمسة كده انك انت بيكون عندك بيت محمي قوي والفرصة بتاعة الهاكر اه اسف الحرمية ما بيقدروش يدخلو لها وحد ده اذا حاول يدخل فهو عمال ما بيقدر يعمل اي البيت دو انه بيحصل انه اجهزة الانذار بتشتغل الكاميرات بتشتغل بيتم تسجيل اللي بيحصل وبالتالي انه ممكن اي حرمية يتم الابلغ عنهم ويتقبط عليهم طيب ده مثال من الامثلة الواضحة جدا بالنسبة لنا في مجال الحياة لو احنا عايزين ناخد المثال دو ونفكر فيه ازاي ان احنا نطبقه على السيكورتي عايزين نفهم بقى المجال في السيكورتي هل الاتنين متشابهين جدا الحماية هي حماية I want to protect you want to protect data you want to protect your home الكونسيبت واحد طيب قويس جدا ازاي بقى اوكي هنا هنكلم عن مجموعة definitions سهلة قوي في مجال السيكورتي ومن المثال اللي احنا خدناه هنشوف ازاي هنفهم فكرة السيكورتي ان جنرل اول حاجة اول definition لازم الناس كلها تكون فاهمها وتكون عارفها كويس جدا 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 اللي هو اول حاجة الاسد ودي طبعا احنا شرحتها في الاول ايه هي الاسد قلنا ان الاسد it is any entity has a value for person or organization تمام طيب شباب انا عايز اسألكم سؤال كده ونشوف هل الناس فهمت ولا لا الاسد بتاعي في المثال اللي انا اخدته قبل كده كان ايه هو المثال اللي انا حجحته قبل كده البيت الزبط كده البيت صح اسراء بعد في الشات بتقول بي حاوس صح تمام ممتاز ما شاء الله كده الشباب ما شاء الله فهم طيب كويس جد الاسد هنا يا شباب في مجال ال it بتاعي ممكن يكون ايه في مجال ال it اه في مجال ال it طيب ممكن يكون data ممكن يكون b c ممكن يكون server بالضبط هنا بعد برضو بس بس مش لازم يكون ال device ممكن تكون data data كمان اللي موجود على device ال data بتعتبر asset information يا شباب بيعتبر اسم فدي الحاجات بتاعتك انت ال b c او ال server او ال tablet او الموبايل او اي حاجة بقى ذات اهمية بالنسبة ده ده definition رقم واحد يا شباب لازم تكون فهمه كويس جدا ده definition رقم واحد لازم تكون فهمه كويس جدا طيب ال definition التاني ال definition التاني اللي هو اسمه vulnerability vulnerability ايه هي vulnerability vulnerability يا شباب بالعربي اللي هي نقاط الضعف بالعربي يعني نقاط الضعف بمنتهى البساطة يا شباب التعريف بتاع في مجال security اللي هي weakness بيكون weakness في الاسد بتاعك فيه ضعف في الاسد بتاعك الضعف ده الشخص اللي عايز يضغك ممكن يستغلك طيب عايز بقى حتى فيك وكده را شاء الله يكون فاهم ويقول لي في المثال بتاعنا الاتيم كانت ايه في المثال بتاعنا الاتيم اللي احنا اخدناه في السشن الاولانية كانت ايه هي البابين والشباكين والسلمين الضبط الباب والشباك والسلم الضبط كده ممتاز وبرضو في الاتشات اوكي كده صح ممتاز طيب كده ما شاء الله عليك يعني كده الاكزامبل واضح بالمعاني بتاعتها ما شاء الله طيب الفورنابلتز بقى في الاي تي ممكن تكون ازاي اه لا في الاي تي بقى عندنا حاجات كتيرة قوي بس تعال ناخد شوية امثلا واضح في الاي تي يا شباب الويندوز مثلا اوبريتنج سيستم مش ممكن يكون فيها باج وده اللي بيحصل في حاجات كتير جدا باج في الويندوز يقولك ان لها باتش معينة بس قبل ما تحمل الباتش فيه حاكر قدر انه يدخل يعمل عليه كنترول ويسرق ديتا من عندك وحاجات زي كده او ان مثلا الاي او اي اس بتاع الابل او الاندرويد او اي حاجة طب ما دي دي ويكنس دي ضعف ضعف طبعا ضعف فيه البرمجة ده في النهاية ايه برنامج البرنامج ده فيه مشكلة دي تعتبر ضعف فيه البرنامج طيب ايه مثال تاني للويكنس قالك مثال تاني للويكنس مسلا انك انت عندك اه البي سي بتاعك او الديسكتوب بتاعك ما عندك انتي ميل وير اللي هو بيحمي من البرامج الخبيث ليه ما اعرفش والله اسأل نفسك ليه ما اشتريتش لنفسك وحطته على جهازك عشان تحميها من الفيروس والوورنز والحاجات اللي بتعمل لنا مشاكل دي ويعني ايه فيروس وورنز هنا اعرفها هنا اعرفها اليوم الاربعة ان شاء الله طيب فكل الحاجات دي دي الويكنس اللي موجودة عندك نقاط الضعف عشان تعرفها وما تتلغبطش نقاط الضعف يعني ايه انسيكورد ويب سايت بالظبط ان هي يكون عندك ويب سايت والويب سايت ده مفيش عليه ممكن بالظبط فالويكنس دي بمنطقة البساطة الشباب الحاجة اللي موجودة عندك اللي هي فيها ضعف والضعف ده ممكن اي حد يستغله عشان يعملك مشكلة وياخد كنترول على الجهاز بتاعك او يسرق منك ديتا او يوقف السورفر ده ويخليك بتقدرش انك انت تستخدمه مرة تانية طيب جميل ده التعريف التاني ايه التعريف التالت التعريف التالت اللي انت لازم برضو تعرفه كويس جدا اللي اسمه الثريد الثريد بالعربي يعني ايه التحديد طيب الثريد اللي هو ايه الثريد ده الحاجة اللي بتمثل الخطر اللي ممكن يصيب الاسد بتاعك اللي هي any entity او person who tries to exploit vulnerability in asset to cause harm for it يعني ايه الكلام الغريب اللي مكتوب ده اي حاجة او شخص بيحاول انه exploit ان هو يستغل او يستفيد من النقطة الضعف اللي موجودة في الاسد بتاعك عشان يعمل اثر سيء او هارم على الاسد دو ممكن يكون في صورة ايه يكون سرقة معلومات ممكن اه يقاف الخدمة يوقف لك الخدمة خالص يوقف لك السيرفر او يوقف لك الجهاز ممكن انه يكون للدكاسس الدكاسس على الجهاز بتاعك طيب السؤال الناس اللي جاوبت قبل كده ما تجاوبش تاني عايزين الناس جديدة نسمع صوت دلوقتي اللي موجودة في الاجزامبل القديم بتاعنا اللي موجودة في الاجزامبل القديم بتاعنا كانت ايه هي اللي كانت موجودة في الاجزامبل القديم بتاعنا كانت ايه هي الباب والسلم الحرامي والشمس والمطر بالضبط كده بالضبط كده الحرامي والشمس ليه لانه اللي بيقول السلم السلم ده مش مش فريد طب ما بيمثلش خطر لكن الحرامي هو اللي بيمثل خطر فانت عندك هنا كان الحرامي وزي فعلا ما قلته الشمس والامطار وطبعا احنا ما تكلمناش يمكن على تكملة الامطار وكده وكنت حنقول نحط تان ده وما عرف ش ايه وكلام من ده بس يعني انا ما حاولتش ان ادخل في حاجات اكتر عشان ما ضيعش الوقت فهي ده فعلا كانت فالثريت هو ده اللي بيسبب التحديد اللي موجود على الجهاز بتاع بالضبط كده مش فقه الله عليكم الكونسبت سليمة وصحة جدا طيب فيه كونسبت كمان يا شباب هتسمعوه كتير قوي يعني انا بقول لكم الحاجات اللي هي هتسمعوها كتير والحاجات اللي هي الناس بيكونوا عارفين الحاجات دي في حاجة كمان بتتكبر كتير قوي اسمها defense in depth دي قاعدة من القواعد الاساسية عندنا قاعدة من القواعد الاساسية يعني ايه defense in depth defense in depth دي يا شباب انك انت ات بنعجفها ب multiple layers of protection multiple layers of protection يعني ايه اقول لكم انا لما كنت عايز احمي حاجة عندي مسلا ايه خلينا ناخد exam بالنغول عندنا مسلا اا اا هقول لكم عندي الموز الجميل الحلو اللي شكله حلو ده عايز احميه مش عايز اي حد يعمل علي ليه اصل الموز ده بحبه قوي وسهل قوي بعرف امسكه كده وحركه بسهولة وعرف اشتغل به ومبسوط قوي او القلم ده القلم اللي هو ده مهمة قوي اني بعمل بيك كورسات بتاعتي لو والقلم تعالت لده خليلو حكتب بصبعي فمش هعرف كده فده مهمة جدا جدا ده بالنسبة لي عشان الكورسات بتاعتي عشان بتاعي يكون مبسوطين فبالتالي اخدت بالك يا شباب ان الاسد بتاعي ده طب ها كان الالم ده قال لك والله الالم ده ان انا زي ما انتم شايفين كده مش عارض هتعرفوا تشوفوها كويس لا انا عندي التابلت بتاعتي اهي في التابلت بتاعتي التابلت دي فيها هنا مكان تقدر تحط في الالم راح حطه كده اهو انا حطيت الالم هنا اهو الالم ومه طيب كويس قال لك بس خلي بالك انت كده ما حميتهوش من مثلا التراب التراب ممكن يأثر عليه اه صح التراب ممكن يأثر عليه ويبوز الهد بتاعه واضطر ان انا غير الهد طب ارى يقول يا شباب ان بدل ما سيبه كده لا انا كمان اروح غطيه بصه ده انا هغطيه كده واجيب التانية دي اقفلها كده يبقى انت حميته التراب مش حيارف يدخله ده هو لو اي حكر اي حرامي جاي هيروح ماسك البتاع عامل كده وعمل كده وعمل كده وعمل كده واخد الالم وماشي فكل البروتكشن بتاعك ده انت حميتها من التراب ماشي بس ما قمتهاش من السرقة والله طيب ايه رأيك بقى عشان احميها كويس قوي احطه في خزنة احطه في خزنة والخزنة دي عليها ارقام كده حتى الحرامي لو جاي مش حيارف يفتح ايوة كده كويس لا ده انا كمان هعمل حاجة تانية اللوكر دي كلها احطها في قوضة المكتب وقوضة المكتب لها الباب بتاعها وعليه هو كمان وعليه حماية محدش يقدر يدخلها الله ده كده حميتها كويس قوي تا كمان ان الباب بتاع الشقة من بجرة هو كمان عليه لوكس انت كده عملت كم حماية انت عملت حمايات كتير قوي كم حماية كم حماية تعالى نعدوهم كده قلنا رقم واحد عندك الكيس رقم اتنين عندك الكيس كوفر رقم تلاتة عندك رقم اربعة عندك قط المكتب اللي هي رقم خمسة اللوك دورز رقم ستة الفلات دور او المين دور يبقى انا عندي كم بورتيكشن هنا يا شباب كم لفل من بورتيكشن كم لفل من بورتيكشن عندي سيكس سيكس عندي ستة الفل من بورتيكشن وهي دي اللي بيسميها مالتو بورتيكشن عندي البرتيكشن الاول وبعدين لو عدى الاول حيائي التاني لو عدى التاني يلاقي التالت لو عدى التالت يلاقي رابع الراجل ده دلوقتي جاي عايز يسرق القلم عارف ان القلم ده وسامة ده النهارده عنده training course هيعملها cyber security وحيشرح للشباب وحيبقوا عارفين security كويس ومش خدا يعرف احنا بقى نعمل business عليهم ونبعلهم بقى security solutions بتاعتنا خلينا نوقف له كورسات بتاعته دي احنا هنروح نسرق منه القلم عشان ما يعرفش يشرح للشباب طيب اول حاجة هيجي ايه ايه هيلاقي عنده باب الشقة باب الشقة هو مقفول وعليه لك وحاجات زي كده طيب هيحاول انه يدخل هيحاول انه يدخل قلنا ان ده راجل بقى واو وقدر فعلا يكسر الباب ويدخل ومعا مفاتيح وحاجات كده لا الحاجة التانية انه فيه باب تاني تاني بعد كده لا انه فيه الخزنة والخزنة مقفولة فكل ده انت عمال تحط له من تعقيد بتعقيت له عشان ما يقدرش يوصل ليك عشان ما يقدرش يوصل ليك فهي دي الهدف منها طب كل ده ليه لانه زي ما قلتتكم يا شباب انت في الاخر ان كل الحاجات دي لما بتحصل ان هي بتديك انت الفرصة انك تعرف ان فيه حرامي وانك تاخد وده الله هشرحها لكو بعد كده انك انت هداخد ان مثلا رحضت هنا كاميرا او ان هنا فيه موشن دي تيكشن انسوان فكل الحاجات دي هتقدر ان هي توق بورتكت اللي احنا بنتكلم عليه اللي هو ايه الهو اللي هو اللي هو طيب ايه الحاجات التانية اللي احنا بنتكلم عليها الحاجات اللي احنا بنتكلم عليها التعريفات اللي احنا اتكلمنا عليها بنلخصها بسرعة ايه هو تعريف السيكيورتي وقلنا ان السيكيورتي اللي هي بورتكت الاسد ستو اتشيف الجولز اتكلمنا عن الثريتز اتكلمنا عن الفورنابيليدز اتكلمنا عن الديفنس وقلنا الحاجات دي كلها فيه عندي تعريفين بس فقط لا غير يا شباب هنخلصهم معاكم ونخلص النهاردة التعريف اللي هو او حتى هنتكلم عليه بعد كده اللي هو البرايفيسي بس خلي البرايفيسي بعدين هترح لكم بعدين الهاكر يعني ايه هكر يعني ايه هكر الهاكر دي يا شباب الشخص اللي بييجي من بجا اللي بيحاول انه ايه الشخص اللي بييجي اللي بيحاول الهاكر ده ممكن يكون شخص ممكن تكون شركة ممكن يكون ممكن يكون اي حاجة وهو ده الهاكر دايما بنقول الهاكر الهاكر اللي هو بيعمل ايه اللي هو بيسبب لك الخطر او بيستغل اللي موجود عندك في الاسد عشان يعمل لك مشكلة في الجهاز بتاعك ده كانت السيشن النهارده يا شباب وارجوا ان انتو تكونوا فيمتوها كويس في عندكم اي اسئلة يا شباب قبل من انه السيشن النهارده ممتاز ان شاء الله انا النهارده هعمل داوندود للفيديو دو في خلال ساعة اي ويل ابلودت على الائتي سورتيفيكات يوتيوب شانل وزي ما قلت لكم من فضلكم اعملوا سبسكريبشن لانهم هتلاقوا فيها كورسات كتير وطريلين كتير والكورس دي انا كمان حرفها على الكورس ده واشوفكم ان شاء الله يوم الاربع على موعدنا شكرا ليكم يا شباب وعلى السلام